المكان اللي احنا بنعاش فيه وصف للمكان اللي احنا بنعاش فيه سواء كان الهوم او بيئات مختلفة بنعاش فيه اول حاجة الاماكن الموجودة عندي في الهوم ات هوم عندنا بالكني باثروم ليفنج روم داينينج روم كيتشن بيدروم يبقى اول حاجة غرفة النوم بيدروم بعدين المطبخ كيتشن بالكونة بالكني دورة المياه باثروم غرفة المعيشة اللي بيبقى فيها دايما التلفزيون اسمها ليفنج روم وغرفة الطعام اسمها داينينج روم يبقى الحاجات دي اللي موجودة في الهوم عندي انواع منازل مختلفة يعني مثلا ممكن حد يعيش في أبورتمنت شقة أبورتمنت ممكن حد يعيش في كحف كيف الكيف دا بيبقى في قلب الماونتن في الجبل في هاوس بوت اللي هي منزل العائم بيبقى فوق المياه في هاوس كامل البيت بيبقى كامل بقى من بابه هاوس منزل وفي في الصحرة الناس بتعيش في التنت اللي هي الخيمة يبقى دي أنواع المناسل بقى الكلمات فانتاستيك لوفلي ستريت أنيوجول روك أوتسايد كلاوث كوائتلي هول فيوريت ريجولا فربس ريلاكس ريلاكس أورغانيس 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 ذات ساوندس جود هاذا يبدو جايدا الجو لبرد ولا حرب بي ميد أوف كلاوث وطبعا بي بستخدم فربتو بي أم إز أور ميد أوف كلاوث ما اسموه من الكوماش تيك أشاور ياخذ دوش لكس دو ات هيا أنا فعله بنقولها عند التشجيع لما نيجي نشكه حد طبعا الجزء دو هنكتب الكلمات تعا نشوف الجزء دو بقى أول كلمات بقى كتشين يبقى المطبخ بنعمل في إيه بالنين في البيدروم ها I talk to my family and watch television in the living room يبقى دايما watching TV on the living room I take a shower in the bathroom I love to sit in there I can see the people in the street بشوف الناس في الشارع يبقى بقى الكلين I eat dinner with my family in the dining room يبقى الكتشن منعمل I cook in the kitchen I sleep here in the bedroom We sleep in the bedroom We talk to our family and watch television in the living room We take a shower in the bathroom We see people in the street from the balcony We eat dinner in the dining room بقى دي ألم الأماكن وأهميتها كل جزء في المنزل والأهمية بتاعته نحل الجزء دوت على الدرس دوت اللي هو صفحة 196 و 197 I love my house it's big My grandparents live with us I can play I can play outside outside معناها نلعب في الأ الخارج With my brother and sister in our garden My favorite room is the living room وازاي living room بيبقى فيها ايه balcony I can see زهول بشوف فيها كل ايه street الشارع ترتيب what بعدها الفعل المساعد اللي هو اس وبعدين your favorite room يبقى what's your favorite room I eat dinner with my family we eat I eat dinner with my family تعال نشوف الاختيرار my friend loves to live on water ايه المنزل اللي بيبقى on water يبقى المنزل العقل I live in بعيش فين طب تعال نشوف الوصف the rooms of my house are in the rook في الصخور او في الصخرة البيت في صخرة يبقى الايه الكيف اللي هو الكحف I watch television in the قولنا television على طول نختار living room we a shower بناخد shower ايه take a shower I eat dinner in the بنتناول الاكل فين dining room القطعة hello my name is hamza I wanted to tell you about myself I live in apartment يعني شقة my favorite room is the living room with the balcony I can see the whole street بنشوف الشارع كامل I play games with my brother in the living room I help my mother in the kitchen I play football on friday with my neighbor بلعب يوم الجمعة مع الجرال حمزة lives in a house تعال هنا هو عبيعيش في apartment شقة يبقى لوحدة فولس he helps his mother in the kitchen بيساعد منطف المطبخ تعال نشوف الجملة دي فان I help my mother in the kitchen يبقى true he plays games with his neighbor بيلعب games مع جيران I play football with my neighbor يبقى فولس بيلعب what's hamza's favorite room ايه غرفة المفضلة my favorite room is the living room يبقى his favorite هنغير معي لهز لانه مذكر his favorite room is the living room who does hamza play football with بيلعب فوتبول مع مين with his neighbor he plays football with his neighbors بيلعب مع جيران أو جار people in the desert الناس في الصحراء بيعملوا ايه؟ apartment in the dining room made of clothes live in a tent يبقى هي live in a tent I love living in an بحب بعيش في an طبعا لازم الكلمة هتبدأ بحرف متحرك هتبقى هنا apartment my favorite room is the living room I eat dinner in the dining room the rooms of the cave الحجرات بتاع الكحف بتبقى made of clothes are in the rock يبقى في الصخرة are in the rock situation w capital وهنا apostrophe طبعا نكتب الجملة كاملة وفي الاخر question mark what's your favorite room وده الاسئلة اللي على الدرس اللي هو where do you live اينا تعيش دي حرف الجارة الخاصة بالمكان propositions of places هنشوف هنا اماما يعني in front of in front of ونخلي بالنا من